فاكرين فيلم حياة وموت اللي كان فيه نداء لأحمد إبراهيم القاتل في دير النحاس لا تشرب الدواء الدواء فيه يسمون قاتل نفس النداء ده موجود لكن من هيئة الدواء للأطفال بخصوص المضادات الحيوية لأن فيها مخاطر كتيرة جدا على صحة الأطفال وده التحذيرات اللي استخدمتها هيئة الدواء وقالت إن ما ينفعش طفل ياخد مضاد حيوي بدون استشارة طبيب مختص لأن المضادات دي تحديدا بالرغم من أن هي علاج حاسم وعلاج قوي للكثير من الأمراض ومن الالتهابات لكن أضرارها خطيرة على صحة أطفالنا خلونا نعرف إيه هي التفاصيل الخاصة بهذا التحذير تحديدا من خلال الدكتور محسن الألفي رئيس قسم طب الأطفال الأسبق بجمعة عين شمس ورئيس جمعية أمراض دم الأطفال والأورام اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير وصباح الخير على صباح الخير على مصر دكتور نداء أو تحذير من هيئة الدواء بخصوص المضاد الحيوي للأطفال إحنا مصر من البلاد الأوليلة اللي بتوصف فيها المضاد الحيوي يتصرف دون رشدة ودي أول حاجة في سوق استخدام الدواء بوجه عام والمضادات الحيوية بوجه خاص في مبادرات عالمية مثلا في أمريكا بأن المضاد الحيوي اللي يستخدم غير لما أعمل تحليل وأتأكد من وجود التهاب بكتيري المضادات الحيوية معمولة عشان للتهابات البكتيرية للتهابات البكتيرية بتمثل 5% فقط من الأمراض اللي بتوصيب الأطفال ف95% من الحالات اللي بيقى فيها سخونية أو التهاب في الحال مش محتاجة مضاد الحيوي وفي بعض الأحيان يبقى المضاد مضر مش بس أنه هو يجب عدم استخدامه أكبر ضرر للاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي هو تكوين نوع جديد من البكتيريا مقاومة للمضادات عشان فيه استخدام عشوائي أنت بتدي المضاد البكتيريا دي مش مجاوبة عليه بتتعلم أن هي ما تموتش لما تأخذ المضاد الحيوي دي وتنجرب مضاد واثنين وثلاثة وأصبح هناك كثير من البكتيريا لا تستجيب على أي نوع من أنواع المضاد الحيوي وده أول عيب التاني مشكلة كبيرة أن المضادات الحيوية ما هيش بسكوت أو فاكهة لا دي مواد كيموية لها أضرار على رأسها أن هي بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي بتأثر على البكتيريا الطبيعية اللي موجودة اللي بتصنع علينا مثلا فيتامين كاف وإحنا في جامعة إن شمس عملنا بحث يعني تدورته كل المجلات العلمية على أن استخدام المضاد الحيوي في الأطفال خاصة لقل من سنتين لمدة أكتر من عشر تيام من غير ما أنا أدي في بكتيريا مفيدة ونافعة وبكتيريا ضر بيؤدي إلى مقتل هذه البكتيريا المفيدة اللي في الجهاز الهضمي اللي بيصنع فيتامين كاف يوم الطفل ممكن يجيله نزيف إذا تخبط ممكن أن نزيف خطير في المخ أو خلافه وبالتالي إحنا بنوجه نداء للأمهات والصيادلة والأطباء لا تستخدم المضاد الحيوي قد يكون فيه سمون قاتل أول حاجة لازم يكون فيه ضرورة لاستخدام المضاد الحيوي طيب بعض الأمهات تقول لحضرتك إيه أنا ابني سخنة أو بنتي سخنة ده أنا هتديله بس المضاد اللي هو تركيزه قليل ده اللي مش يدوب بس يساعد كده يسند عشان بس أخلي بالي من ابني أو بنتي قد إيه ده غلط بالذات لو لو ما فيش استشارة طبيب يعني بعض الأمهات وكثير قوي بيتعاملوا لأنه هما دا كترة فقدرين أنهما يعالجوا أطفالهم فبسهولة زي ما حرك بتقول ما فيش رشدة بيجيبوا الأدوية من الصيدلية ويقولوا التركيز بس ما هو مثلث الرعب ده مشترك فيه الأم في ضرع الصيدلية والطبيب الطبيب في بعض الأحيان يخضع ليه ضغط الأم تقولوا يعني الولد سخنه طب سخنة قد إيه تبالغ في ضرقة الحرارة لو ضرقة الحرارة أكتر من 39 لو ضرقة الحرارة لما بدي مخفض ما بتنزلش لو ضرقة الحرارة مرتفعة لأكتر من يوم قد يكون هناك مبرر في بعض الأحيان لإستخدام ضد الحياة في علامات طبية بتقوم موجودة في الحل الطفل أو في أزنه أو في بالسؤال الطبي منعرف أن ده التهاب في جيوب الأنفية التهاب في الخلايا الخلوية فبدون التفاعل الحقيقي الصادق بين الأم وبين الطبيب أنا بنصح أنه لا أستخدم المضاد الحياة من ضمن المشاكل اللي أمي تقولك لا ده أنا بصيت في صوره ولقيت فيه صديد على اللوستين أو رحت للدكتور اللي جنبي في المستوصف وقال ده فيه التهاب في اللوستين أهم فيروس بيصيب الأطفال في أول خمس سنوات من العمر اسمه سايتوميجالوفيروس وبشتينبار فيروس الاثنين دول ممكن يعملوا زي ممبرين يعني لون أبيض على اللوستين ويبقى فيه ريحة كريهة ما يبقاش التهاب بكتيري على اللوستين بس له علامات يقفيه وجعف البطن يقفيه صدار حرارة مش عالية قوي ومتبقى نص درجة أو درجة فالحقيقة النصيحة اللي بنوجهها دلوقتي دي الأمهات الأطباء الصيادلة استخدم المضاد الحيوي عندما يكون هناك ضرورة طبية وبالنسبة يعني ألم المعدة تحديدا يمكن أنا أثناء القراءة كده لقيت أن 25% من الأطفال يصابوا بإسهال هل ده لي علاقة بتناول المضاد الحيوي وتأثيره على الجهاز الهضمي؟ أكيد أكيد أنه المضاد الحيوي معظم أنواعه بتؤدي إلى إصابة البكتيريا الحميدة اللي موجودة وهي دي اللي مسؤولة عن حمايتنا من الإسهال الإسهال له تعريفات زيادة في عدد مرات التبرز تغير قوام البراز بالنسبة لأطفال السؤالين أنه يخرج من البمبرس مثلا فبنعرف أنه دي إسهال لأنه القوام بتاعه اختلف فالمضاد الحيوي السؤال الأولاني أنها تدي جرعة أليلة جرعة الأولاني الأليلة مش هتبقى فعالة نفترض أن هو التابق بكتيري ومحتاجة مضاد الحيوي لازم المضاد ده يكون مناسب لازم المضاد ده ما يكونش استخدم لهذا الطفل في خلال الثلاث شهور الماضية ما يكونش استخدم لأخوه من الأسبوع اللي فات عشان هو تعادل منه فبقى فيه مقاومة للبكتيريا ففيه نصائح كتيرة بتحجم استخدام المضاد الحيوي فيه مبادرات في أمريكا قدت هذه المبادرات إلى خفض استخدام المضاد الحيوي إلى أقل من 30% في الحالات اللي المفروضة أننا نستخدمها فيها وأنا بقى طالب الحقيقة المبادرات العظيمة اللي السيدة الرئيسة عاملها بتاعة فيروس سي وبتاعة التقزم وبتاعة الأنيمية وبتاعة صحة المرأة اللي يبقى فيه لتحجيم سوء استخدام الدواء خاصة في البلاد اللي عندها بعض المشاكل الاقتصادية بمعنى إيه أول مشكلة في المضادر الحيوي الضرر اللي بيعمله وقلنا أهم ضرر إن البكتيريا تبقى غير مستجيبة له في المستقبل تاني ضرر التكلفة تالت ضرر إحنا قلنا الإسهال إذا ما غير الإسهال ممكن يأثر على النخاع العظم ويعمل أنيميا ويعمل مشاكل كبير ممكن يأثر على الجهاز المناعي ويعمل خفض في الجهاز المناعي خليني أكلم حالك عن الجهاز المناعي يعني بعض الأمات تقول حضرتك أنا ابني على طول تعبان بغض النظر ده ممكن يكون لي أسباب كثيرة بس هل من الأسباب دي ممكن بسبب استخدام المفرط للمضادات الحيوية تم مثلا خلاص البكتيريا النفعة ما بقيتش ليها عايزة يعني زي ما بيقولوا فعشان كده الجهاز المناعي يتأثر 100% من 25 سنة كنت أعمل بحث على تأثير المضادات الحيوية على الجهاز المناعي طيب يعني ما استخدمش المضادات الحيوية لا أنا لو استخدمته في 5% فقط من حالات السخونية بانضباط معين وبجرعة مظبوطة واختيار مناسب لنوع المضادات الحيوية والفترة الزمنية مناسبة بقادل كل هذه المضاعفات من ضمن الحاجات المهمة جدا بعض الأحيان يبقى في بعض الأطفال الكرات دم البيضة قليلة استخدام المضادات الحيوية هنا لابد يكون بحكمة شديدة لأنه هيأثر على المناعب تها الطفل ممكن يسبب له أمراض مزمنة ما بنقولش ما نستخدمش المضادات الحيوية نستخدمه ولكن بخليه للطبيب الحكيم مش كمان الممارس العام ممارس العام بيدي فرصة للأم يوم اتنين تلاتة من غير مضادة حيوية بمخفض بيدي مخفض فوق 38 درجة حرارة 39 لازم قدي مخفض ويبقى فيه متابعة فوق الاربعين قد تستدعي زيارة المستشفى أكتر من 41 يبقى لازم يدخل مثلا رعاية مركزة أو حميات المضادة الحيوية بيستخدم بحساب فترة زمنية محددة نوع محدد في بعض المضادات الحيوية سيئة السمع ولكن أنا أتكلمش بس على المضاد أكتر حاجة مضرة هي أدوية الروماتيزمية مضادات للتهاب الروماتيزم بتأثر على الكلا بتأثر على المناعة بتأثر على الكبد بتأثر على النقاع ما بعملش رعب للناس من استخدام الأدوية ولكن بإشراف طبي بعقل ومش كل عاية هروح أدي مضادة حيوية أو هاجلي على الدكتور بعد ساعتين ثلاثة بدي مخفض واستنى دكتور ربما بسبب سوء الأحوال الاقتصادية أو ميزانية البيت لا تكفي إلا أنا بمجرد ما تظهر أي أعراض على ابني أجري بسرعة روح للطبيب خلينا برضو يعني وفقك 100% نقدر ده فإحنا عندنا في ثقافة سائدة لدى شريحة بينها فكرة الطب بالممارسة أنا أخوه قبل كده وهو في نفس السن ده لما كان بيتعب ووديته للدكتور وكانت الدنيا لسه كويسة الدكتور كان بيكتب له مثلا على المضاد الحيوي الفلاني أو العلاج الفلاني مش هقول حتى كمان مضاد حيوي بس إيه النصيحة اللي تنصحها النهاردة لكل أم وكل أب بيسمعنا علشان لو هو مش عاوز يلجأ للدكتور يبقى فيه يعني خطوات كده بيتبعها قبل اللجوء للمضاد الحيوي علشان يقدر يعالج ابوه أنا بعد 40 سنة ممارسة في الطب وحائز على جهز دولة تغديرية واثنين دكتوراه وصفر الخارج ماشاء الله مئات المرات والله يعني الله خير حفص ببقى متردد كثيرا وأنا متأكد أني هستخد المضاد الحيوي في الحالة دهية إيدي قبل ما بتكتب براجع تاني في ذهني ده محتاج ضروري ودرأة فبقول للأم إيه الجرأة بتاعتك دهية وانت بجيب المضاد الحيوي من التلاجة حتى مش بالصيدلية وأنا متفق معاك أن الميزانية لا تسمح إنما كمان الميزانية الدولة لا تستحملش لاستخدام العشوية المضاد الحيوي أو الاستخدام العشوية الأدوية في كثير من الأمهات تبتدي على طول تدي البوس سقونية في بعض الأنواع مش عايز أذكر نوع بإسم ولكن ممكن أقول الإسم العلمي بتاعه الحارة توقع 38 والولد يحصل له هبوط لأنه مخفض قوي وشديد وتبقى بتجري بيه على المستشفى فالنحية الاقتصادية يعني سلاحزوا حديد مش هروح للدكتور إنما وسيء استخدام المضاد الحيوي بتحصل مضاعفات مش لازم أزول الدكتور المستشفى الجامعية مفتوحة مستشفى الجامعة عين شمس كلية الطب مفتوحة لـ 24 ساعة بيشرفونها في الطوارئ بنصل في الأدوية في كثير من الأحيان مجانة من خلال حملات التبرعات مش هتكلف حاجة ويبقى فيه يعني حسن استخدام للأدوية تب دكتور إحنا يعني عايزين نوضح للناس قد إيه الموضادة خطير يعني عشان يبقوا معانا مستوعبين قد إيه الموضوع ممكن يبقى خطير على الحياة حتى الأطفال من ضمن المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأطفال هي يمكن تغيير كمان في لون سنانهم وبيتسمى ده السنان اللي بتصفر شوية هل ده بيندرك تحت كمان استخدام المضادات الحيوية؟ طبعا فيه كثير من المضادات الحيوية بتأصل على العظم بتأصل على الأسنان بتأصل على المناعة زي ما قلنا بتأصل على النقاع العظمي اللي هو بيكون كل مكونات الدم مناعة الطفل مش تبقى أقوى شوية في الحتة دي يعني عشان لسه عظمه أصلا ما تكونش فهل مشاكل تحصل في العظم في السن سنتين ثلاثة ده؟ طبعا تحصل طبعا تحصل وكل القضية إن الأم بتبقى جزء بتقولك أنا لسه عروح للدكتور يعني هو أنا لسه أكلم صدرية عندها الدواء وعرفة التجربة ساعدت الأم تقول أنا استخدمت له شتتك بتاعت أخوه اللي كانت من خمس سنين ومحتفظة بيه والله أبروه إنك محتفظة بيها عشان ما تستخدميهاش مش عشان تستخدميها لطفل تاني بظروف تانية بمرض تاني البكتيريا في الصيف غير في الشتاء الأنواع بتختلف الميكروب مثلا العنقودي أو الميكروب السبحي بيقى موجود في الشتاء ميكروبات اللي زي باسيليا الدزونتاريا والحاجات دي بتبقى موجودة في الصيف أكتر الفيروسات قد إحنا شايفين الكورونا عاملة زي قلق عند الناس بكلم أحد زملائي في أمريكا بيقول لي يوميا في أمريكا 200 ألف حالة بتادية المستشفىات ترجع تتميلي تاني وأنهم بيحذروا من استخدام المضادات الحيوية في أدوار الكورونا فقط السوايل مخفضات لو في حرارة الفيتامينات الراحة الغذاء الجيد هو ده العلاج الأساسي حالات الخفيفة والمتوسط حالات الشديدة بتوجه لمستشفى الحميات والدولة موفرة مستشفى كتير قوي للعزل بيروح ويأخذ العلاج المناسب ده ده فيما يخص الكورونا فيما يخص الكورونا وهي الكورونا فيروس والكمامة والكمامة الكمامة أنا أخبيها هو علشان التصوير إنما يعني الحقيقة عودة الدولة أنه بتقول أن الأماكن المغلقة زي مثل الأنفاء وزي الموصلات وزي المستشفيات والعيادات لابد من استخدام يعني الكمامة خاصة للشخص اللي هو عنده برد أو عنده زكام أو عنده كذا ده لازم والشخص السليم اللي عايز يقي نفسه ويقي غيره برضه هيبقى محتاج والحقيقة أنا زورت مثلا تايلاند مرتين ثلاثة من أكثر من عشر سنين الشعب بالكامل مئة في المئة قبل بيقى فيه كورونا بيلبسوا المسك اللي بيقدم خدمة في اللوكام ده اللي في المطعم اللي في الشارع اللي بيكنس اللي بحلات كلهم لابسين مسكات كنا بنشوفهم في الحرم من عشر سنين قبل الكورونا اللي جاي من أندوليسيا وماليزيا والبلاد شرق أسيا هم عندهم يمكن نسب تلوث أعلى شوية فبيحموا روحهم ولكن كمان بتفيد في حاجة زي كده الصين أقل دولة معدل انتشار فيروس كورونا فيها يعني وأنا بقول ده ليه لأنه هنا يحظر استخدام المضادة الحيوي يعني هلجع لنفس الموضوع الكورونا ماينفعش قدي مضادة حيوي ماينفعش يبقى في البروتوكول في مضادة حيوي ولكن إذا حصلت مضاعفات بكتيرية في مريض الكورونا يبقى استخدام المضادة الحيوي هنا هيبقى مفيد ويبقى أنا مأمنه أنه لما استخدام المضادة الحيوي هيجيب نتيجة يعني شخصيا ثلاثة كورونا يعني اللهم لحسد خدت في كل واحدة مضادة حيوي ما هو غلط بس حسب برضو يا دكتور الانتنسيتي بتاعتها قد إيه يا كده تصعدة يعني في الأول كان ممكن صح؟ أبدا أبدا هو فيروس الفيروس لا يسيب غير على مضادات الفيروسات مضادات الفيروسات عددها محدود قوي ليه لأن معظمها بتخفي لوحدها معظمها بدون مضاعفات الكورونا المجرمة دي هي اللي لها مضاعفات صحيح يعني الحمد لله أن الموجة السادة مضاعفاتها قليلة حتى إصابتها للأطفال بتبقى يوم أو يومين يسخنوا كان فيه مرض اسمه ميسي لما يجي للأطفال الكورونا كان يصل التهاب فيه إشعارات دموية في القلب والكيلة والكبد ويصل طفح جلدي جامد طول المستشفى ورعاية مركزة ونسبة وفيات أكثر من 10-20% في الموجة دي الحمد لله الخمسة والستة مفيش حالات الميسي اللي هي مالتي سيستم يعني بيأثر على أكثر من عضو من عضاء الجسم كابت كيلة المرات دي لأ الحمد لله المضادة الحقيقة في الأول أو في الآخر ملوش استخدام في الكورونا نهائيا إلا لو بقى فيه مضاعفات نتيجة نشاط الميكروبات أو البكتيريا نتيجة نقص المناعة بتاعتي بسبب فيروس كورونا في الحالة دي بقى المضادة مهمة بس بعد كذا يوم مش من الأول يخسرت فلوسك يا حبي ويخسرت صحتك يعني هي الفكرة في المضادة لو له ضرورة يبقى مهمة جدا واستحمل شوية الإسال أو استحمل شوية الماص أو استحمل المضاعفات بتاعته إلا ما لم يبقى ملوش استخدام يبقى يعني خسارة فلوس وصحة على الفاضي نعم نحن نرجع لفكرة نقطة الصفر تاني إن فكرة الاستخدام تحت إشراف طبيب فأي حاجة مش مضاد حية بس في حاجة اسمها الاستخدام الرشيد أو الحكيم اللي هو اسمه تشوز وايسلي دي مبادرة كنا احنا لجأنا لها في جمعية المصرية الأمراض دم الأطفال كنا الحقيقة بنقلد أمريكا أمريكا المبادرة دي ظهرت 18 سنين عدم استخدام أي حاجة غير ما يكون فيه ضرورة مهمة مثلا طفل عنده أنيميا شديدة نتيجة نقص الحديد ممنوع عديله نقل دم واحد داخل يعمل عملية وإحنا عارفين أنه ما عندوش هو أو عيلته أي أعراض ناس ممكن يعمل طهارة ممكن يشيل لوز من غير عمل تحليل قبل العملية يعني يا دكتور يمكن من أهم الحاجات يعني أنا كنت عارفة أن المضادات الحيوية عمتا خطر لكن عرفنا أدي خطورتها كمان على أطفال خطورة جسيمة وكبيرة جدا كل شكر لك دكتور محسن الألفي رئيس قسم طب الأطفال الأسبق بجامعة عين شمس ورئيس جامعية أمراض دم الأطفال والأورام على التوضيح ده وعلى وجود حضرتك معنا في صباح الخير الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا أشعر بها غير المرضى بتمنى الصحة والسعادة لكل الأطفال المصريين وكل الأصحى المصريين كل سلامهم طيبين بمناسبة 23 يوليو وعيد الأطحى ودائما مصر في أعياد وفي خير وفي صحة يا رب كل سلام حيك طيب شكرا